السلام عليكم إذا نحاول في هذا الفيديو نضيف تسحيح تمرين 121 من كتاب المصار الثانية إداد الدرس الثامنة والمحور إذا تمرين قالوا أن أ بس مثلث متساوي الساقين في أ لرأسه أ أول حاجة نحاول نرسم مثلث متساوي الساقين صحيح؟ نأخذ واحد القياز لذلك لا يمكن أن يكون لدينا أخذها نفس الثانية نأخذ شيئا كبير أعود أن نضيف هذا الرأس هنا ونضيف القيص لذلك يمكن أن تسقطع عليها هنا إذا وهذه هي النقطة ه عندنا هنا ب هنا س هذا وهذا رهم تقيسي مازيان إذا عندنا م منتصف القطعة بس م منتصف القطعة بس إذا م منتصف القطعة بس سوف نعرف إذا كان عندنا بس مو ثلاث متساوي الساقين مثلا في أ المنتصف القطعة بس هي المسقطة العمودة النقطة على بس إذا هالنقطة عندنا هذه وهذه وهذه رهوم تقاسي مازيان السؤال أول قالوا ما هو مماثل نصف المساقين أب بالنسبة للمساقين أعلم حسنا إذا ما هو ما هو مماثل نصف المساقين أبل بالنسبة للمساقين أعلم نعليل جوابك إذا إذا نحن نعلم بالنسبة للمساقين نحن نعلم نحن نعلم نحن نعرف نقطة تبعد بنفس المسافة عن طرفي القطعة فهي تنتمي إلى وسط هذا القطع لدينا جوابك نحن نعلم نحن نعلم نحن نعلم كل نقطة هذا الكتاب نحن نعلم كل نقطة متساوية المسافة عن طرفي القطعة فهي تنتمي إلى وسط هذه القطعة نحن نعم نعم لن نتوجد بالتحقيق المساقين A موسط ما لدينا 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 A مثلث متساوي الساقين الساقين في A كريم إذن المسافة AB تساوي المسافة الص مازين ها اللولة عود لدينا M منتصف القطعة BC إذن ستكون عندي MB تساوي MC ونعلم أنه إذا كانت نقطة تبعد بنفس المسافة عن طرفي قطعة عن طرفي قطعة فهي تنتمي إلى واسط هذه القطعة هذه القطعة إذن أنا شكال لحظة من هذه النتيجة اللولة وهذه النتيجة جوج شنو مع أنت تبعد بنفس المسافة عن طرفي قطعة يعني مثلا النقطة ها الطرفي هم طرفي القطعة عندي هادي وهادي وش المسافة من هنا لنا هي من هنا لنا إذن هذا النقطة A تنتمي الواسطة القطعة بس زيد وعود النقطة M حتى هي تبعد بنفس المسافة إذن عندنا النقطة A و النقطة M من واحد وإثنان نستنتج نستنتج أن A و M تنتمي تنتمي إلى واسط القطعة بس إذن إذن عندنا نقاط ينتمي إلى هذا واسط القطعة هذا واسط القطعة كدير عبارة عن مستقيم صفح عبارة عن مستقيم إذن لك نسمي هذا واسط القطعة اسميناها دلطة إذن سألقوم أولا D سألقوم للنقطة A و M ينتمي إلى هذا D وبالتالي المستقيم D هو A أولا سألقوم إذن A واسط واسط القطعة بس واسط القطعة بس إذا كان واسط القطعة بس ومنه مماثلة ومنه الس مماثلة أش مماثلة ب بالنسبة ل A مماثلتها مماثلتها هي نفسها بالنسبة ل A لأنها تنتمي لمحور التماثل لأنها تنتمي لمحور التماثل لأنها تمتمي لمحور التماثل إذن أص إذن مماثل مماثل نصف المستقيم نصف المستقيم أش نصف المستقيم أبي بالنسبة للمستقيم أم هو نصف المستقيم مماثل نصف المستقيم ونصف المستقيم من سيكون مماثلة أها نفسها مماثلة ب هي س صفح حقا كنون جاوبنا على السؤال الأول سؤال الثاني قالوا أنه لتكون أن من نصف المستقيم أبي مماثل نصف المستقيم هذا مثلا من نصف المستقيم أبي إذا رأي محصور من هنا محدود من هنا ومن ما محدود لا نأخذها في القطعة نأخذها مثلا برد خيلا درنت هنا ما غلط سوف هذه النقطة لا لي يكون أن ولا لي يكون أن المستقيم المار لن قانون لهم طول حتى أص إذن أن المستقيم المار من أن والعمود على AM نحتاج AM المار من N والعمود على AM يقطع S نرسم العمود على AM دينا ها هو المستقيم هنا كنت عمود صف إذن N يقطع أص في N بريم كي اقطع ناص في N بريم والسؤال هو بيين أن N بريم هي مماثلة N بالنسبة للمستقيم AM مماثلة مماثلة AM مماثلة 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 السؤال 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 بيين بيين أن بيين أن نص نص مماثلة مماثلة N بالنسبة AM مماثلة مماثلة سنذهب سنذهب ونسمي المماثلة نسمي هذه المماثلة نضعها مماثلة مماثلة سنذهب مثلا لتكون H سنذهب مماثلة N بالنسبة AM بالنسبة AM AM في السؤال سنذهب هذه النقطة S هي نظر مماثلة 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 N فإن نقطة N سيكون عمودي مع AM وزيادة ستكون نقطة H أن تنتمي الناس مستقيم أب إذا نقطة نعلم من خلال ما سبق نعلم من خلال ما سبق نعلم من خلال ما سبق أن أص نصف مستقيم أص مماثل نصف مستقيم أب من نسبة لآم مماثلة 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 سبق من خلال من خلال أص ه تنتمي إلى نصف المستقيم أص لأن الثماثل المحوري يحافظ على استقامية النقطة على استقامية النقطة صافي؟ مازي إذن آه هي آش كتن تعمل مازي بما أن عوض آش مماثلة أن بالنسبة لآآم فإن شخيكون عنده هنا أن أش عمودي على آآم عمودي على آآم إذن شنو الخلاصة اللي ممكن نخرج بيانا إذن النتيجة اللي ممكن نخرج بيانا إذن نقطة إذن آش تنتمي الخلاصة التالية إذن آش تنتمي إلى آص 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 عمودي على آآم آص 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 بها آص 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 ستكون راها تنتمي لنسبة المستقيم أصي إذن شغال لحظ أنا عندي واحدة نقطة التي تحقق لي بالله NN' عمودي على A-M وهذا N' هو الرمز التنتمي هذا كان قصد بها تنتمي تنتمي إلى أصي إذن شغال معنسها N' تنتمي لأصي و N' عمودي على أم إذن قل لاحظ بالله N' هي النقطة H إذن N' و H متطابقتان ومنه N' مماثلة N بالنسبة للمستقيم أصي أوكي وهذا هو نهاية حل التسمرين دي نهاية حل التسمرين دي